امام عشور في الوقت الحالي عنده برنامج تأهيلي في النادي الاهلي فيه فترة بيقضيها في النادي الاهلي بيعمل برنامج التأهيلي في النادي الاهلي وفيه فترة تانية بيقضيها في مركز تأهيل خارج النادي الاهلي بناء على طلب من النادي الاهلي ومعرفة النادي الاهلي يعني بيعمل واحد برا في النادي الاهلي وواحد جوه النادي الاهلي دي جزئية ليه علاقة باستعادات إمام عشور للعودة مرة أخرى بس فيه بقى نقطة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية مسؤولوا النادي الأهلي بشكل واضح تحدثوا مع إمام عشور وحذروه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ممكن تستفز الجمهور سواء جمهور فريقه طبعا أو جمهور المنافسين قالوا له توقف تماما تماما عن استعمال السوشيال ميديا وركز فقط في العودة للملعب مرة أخرى والمشاركة مع الفريق سوشيال ميديا لا دي النادي الأهلي دي إمام عشور لا طبعا تفاهمين في النادي الأهلي لما بيقول لا تبقى لا ماشي